السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين الكرام أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد على قناة إبداع مصري النهاردة بإذن الله هنتكلم عن طريقة إنشاء حساب جوجل أو حساب جيميل بدون رقم هاتف بأبسط طرق بدون برامج بدون تعئيدات بس في البداية تابع معي الشرح للآخر عشان تعرف الطريقة والفيديو ده جيب عن طرب من بعض الناس المتابعين بتوع القناة بعد ما نزلنا فيديو إنشاء حساب فيسبوك بدون رقم هاتف وبدون إيميل لو عاوز تشاهد الفيديو ده هتلاقيه في الوصف اضغط عليه هتشاهده هتعرفه إزاي تعمل حساب فيسبوك بدون رقم هاتف وبدون إيميل خلينا في شرح الطريقة النهاردة عشان ما أطولش عليكم قبل ما ندخل في الشرح اضغط لايك واشترك في القناة وحابب أشكر كل الناس اللي بتدعمني وكل الناس اللي بتكتب تعليقات كويسة وحلوة زيها أول خطوة هنعملها إن نحن ندخل على الضبط أو الإعدادات بتاعة الهاتف بالشكل ده هيتم الدخول عليه هنزل للأسفل لحد ملاقي كلمة الحسابات والنسخ الاهتياطية هي دي أضغط عليها هتفتح معايا الواجهة بالشكل ده أختار أول حاجة اللي هي كلمة إدارة الحسابات هتفتح معايا القائمة دي هنزل للأسفل هنزل للأسفل لحد موصل لكلمة إضافة حساب هتفتح معايا القائمة دي كل القائمة دي اللي يهمني منها خانة واحدة بس اللي هي كلمة جوجل هتفتح معايا الواجهة بالشكل ده هستنى تحمل معايا طبعا هنشئ حساب جوجل عادي جدا هضغط على كلمة إنشاء حساب هتفتح معايا الواجهة دي بالشكل ده هضغط طبعا هدخل الاسم بعد ما دخلت الاسم هضغط على كلمة التالي في الأسفل هتفتح معايا الخانة دي هدخل فيها البيانات بتاعتي تاريخ الميلاد سواء ذكر أو أنسى بعد ما دخلت البيانات هضغط على كلمة التالي في الأسفل هيقترح عليها الاميل أو الشكل الاميل هبقى مكتوب إزاي على سبيل المسال اختار أي حاجة اختار ده مثلا هضغط التالي هنا بيقول لي دخل كلمة المرور هدخل كلمة المرور بتاعت الحساب يعني هنشئ أحط كلمة مرور قوية للحساب ده بعد ما دخلت كلمة المرور هضغط على كلمة التالي هيتم دخول للقامة دي وهي الحتة دي اللي عاميني الفيديو كلها عشانه هل تريد إضافة رقم هاتف هلاقي كلمة تحت اسمها كلمة التخطي موجودة لو عملت الطريقة في مكان تاني مش هتلاقي كلمة التخطي دي دي واعتبر الطريقة الوحيدة اللي تقدر تعمل منها حساب جيميل بدون رقم هاتف بدون رقم هاتف تقدر تعمل حساب جوجل بدون رقم هاتف من على طريق الطريقة دي ولو وصلت معي لحتة دي لازم تضغط لايك لازم تضغط لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصل لكل جديد مننا بعد كده هنكمل الطريقة هنضغط على كلمة التخطي وهضغط على كلمة التالي وهوافق على البنوت هضغط موافقة في الأسفل بعد منزل وكده مبروك عليك الحساب تعمل وتم انشاؤه بنجاح بدون رقم هاتف اهو ده ما احنا شايفين تم انشاؤه بنجاح وكده الفيديو بتاع النهاردة يكون انتهى لو عندك اي حاجة قبيتك او اي مشاكل وجهتك اكتب لنا في التعليقات بنرد على كل التعليقات ولو عندك اي شرح محتاج تفهمه خص التطبيقات او الاندرويد او الهاتف اكتب لنا في التعليقات وهنحاول نشرحه لك وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته